فضيلة الشيخ سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حالياً في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة إنما تكون صدقة جارية حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه فهل هذا صحيح عنكم أفتونا ما أجري؟ نعم هذا صحيح عنه لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة والكفالة شرعاً ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء البدن أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شكراً صدقة والله تعالى قد أوصى باليتام خيراً ويؤجر الإنسان عليه بعد أن تكون هذه الدراهن بأيدي أمناء لأن مسألة الأمانة يا أخواني مهمة فإذا عطيتها أناس الأمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامة فهو صدق عليه وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة ألم تقلوا قول الله تعالى وكفلها زكريا وفي رواية وفي قراءة وكفلها زكريا أي ضمها إلى عيادك ولكن لا شك أن الصدق على الإجتام من أفضل الصدقات بقصورهم واحتياجهم الغالب معظم نعم شكرا